حملة أمنية وأوامر قضائية لملاحقة العناصر التخريبية في مارب بدأت الأحداث مع قيام اللجنة الأمنية بتنفيذ الأوامر القضائية بالقبض القهري على العناصر التخريبية التي وفق بيان اللجنة قامت بالتقطعات للعامة والاعتداء على الدوريات الأمنية وقتل المواطنين وجنود الأمن وهو ما دفع أمن المحافظة إلى محاصرة الخارجين على القانون الذين بحسب البيان تغلوا وساطة قبلية لإطلاق النار على أفراد الحملة الأمنية ما أدى إلى مقتل نائب مدير شرطة مديرية مارب وإصابة آخرين بدت مارب مصرة على فرض هيبة الدولة والقانون وأكدت في لقاء محافظها سلطان العرادة مع اللجنة الأمنية على ملاحقة المطلوبين أمنيا واتى الاجتماع بعد اتصال الرئيس هادي هاتفيا بالعرادة حث فيه على توحيد الصفوف لمواجهة ما اسمه هادي بقوى الانقلاب وأدواتها إشارة الرئيس هادي في حديثه مع محافظ مارب إلى قوى الانقلاب أعاده مراقبون إلى احتمال وجود تنسيق غير معلن بين العناصر التخريبية وميليشيا الحوثي خصوصاً وأن قصف الحوثي لمنزل محافظ مارب بصاروخ باليستي تزامن مع المواجهات الدائرة بين قوات الأمن والمطلوبين أمنياً ومع انسحاب الإمارات من مارب وهو ما جعل البعض يربط تلك الأحداث بهذا الانسحاب خصوصاً وأنه تم فجأة بدون تنسيق مع شرعية بينما يعد القصف الحوثي الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات الحملة الأمنية بمارب تسير بتكاتف رسمياً وشعبي في ظل خيوط مؤامرة كبيرة تستهدف تفجير الوضع الأمني في محافظة ظلت طوال السنين الماضية النموذج الوحيد الآمن من المناطق المحررة التي تعيش أزمات سياسية واقتصادية ترجمة نانسي قنقر